اشتركوا في القناة تقريبا 48 كيلو مترا بل حتى بعض التقارير قالت من على بعد 60 كيلو مترا كانت جميع قادرا على رؤية هذه الانفجارات الغامضة للغاية والانفجارات هي طالت في حقيقة الامر خطوط الغاز الرئيسية الموجودة في الداخل الايراني والانفجارات جاءت فعلا وسط ايران هنا بهذه المنطقة اذا ما اقتربنا قليلا فالانفجارات جاءت في شهر محل وباختيار التي تأتي الى جنوب اصفهان وكذلك الى شرق خوزستان واذا ما ذهبنا الى صورة واضحة وتفصيلية اكثر بالقمر الصناعي لكي نتعرب بالضبط على المنطقة التي جرت بها هذه التفجيرات بحسب ما تحدثت عنه طبعا الاوساط الايرانية فاننا سنلاحظ هنا اصفهان الى جنوبها طبعا هناك مدينتين وهي شهر كرد هنا وكذلك بوروجين الانفجار والحديث عن هذا الانفجار بانه طال انابيب الغاز الموجودة بين هاتين المدينتين وبان الانفجارات كانت عبارة عن انفجارين على الاقل في الساعة الواحدة من صباح هذا اليوم بتوقيت طهران واذا ما اخذنا صورة تفصيلية اكثر على طبيعة توزيع خطوط الغاز الرئيسية او خطوط الغاز الموجودة بشكل عام في الداخل الايراني فاننا سنلاحظ نحن نتحدث هنا عن خط الغاز الرئيسي الممتد من الشمال الى جنوب الايراني هنا باللون الاحمر لاحظ انه قريب للغاية من اصفهان هنا واذا ما اقتربنا فان هذا يعني تقريبا ان هذه النقطة من خطوط الغاز هي التي انفجرت فعلا صباح هذا اليوم وهذه صورة تفصيلية اكثر توضح بالمقارنة مع الصورة التي رأيناها من القمر الصناعي فان يبدو هذه العقدة من الانابيب للغاز هي التي تعرضت او جرى فيها الانفجار صباح هذا اليوم الانفجارات بشكل عام لم تؤدي الى اي قتلى او اي جرحة ولكنها طالت الانبوب رقم 65 وبان كانت هناك مشكلة في مسألة تدفق او تدفقات الغاز في هذه المنطقة بل حتى كان هناك انقطاعا للغاز في عدد من البلدات الموجودة في المحافظة التي ذكرناها وهي شهر محل وباختياري بالاضافة الى عدد من البلدات ايضا في اصفهان بل ان وكالة الانباء الفرنسية كانت قد تحدثت بان الانقطاع كان قد طال ثلاث محافظات اي بمعنى باننا قد نكون امام اصفهان كما ذكر بشكل رسمي شهر محل وباختياري وقد تكون اي من هاتين المحافظتين مثل فارس على سبيل المثال هي التي تأثرت بسبب ان هذا الانبوب فعلا يمتد الى هذه المحافظة بشكل عام الجانب الايراني كانت له تفسيرات لما جرى لم يقولوا بانه حادث ابدا لا ابدا بل انهم ذهبوا الى ابعد من ذلك وبان ايران قالت بان هذا كان عملا تخريبيا اي انه هجوم مباشر على انابيب الغاز الرئيسية الموجودة في الداخل الايراني كذلك مسؤولين مهمين مثل مدير التوزيع في شركة الغاز الوطنية الايرانية وكذلك وزير النفط الايراني تحدثوا عن نفس المسألة وقالوا هذا هجوم متعمة تخريبيا بل ان المصادر الامنية الايرانية تهمت اسرائيل بانها هي التي نفذت هذه العملية وهي خلف هذه العملية التي شهدناها صباحا هذا اليوم ويجب ان ننتبه الى اننا عندما نتحدث عن هذه المنطقة هنا جانب الايراني تحدث بان من الممكن ان هذه الضربة كانت تبحث عن قطع الغاز الطبيعي في حقيقة الامر عن المحافظات الرئيسية الموجودة وسط ايران واذا ما نظرنا الى اصفهان التي ذكرناها بان هناك عدد من البلدات التي قطع فيها الغاز الطبيعي فاننا يجب ان ننتبه بان اصفهان ليست بالنقطة العادية ابدا هذه المنطقة اصفهان التي ذكرناها الى شمالها على مسافة 100 كيلومتر فقط هنا نرى باننا امام مفاعل نتانز النووي المفاعل المهم للغاية الذي يتم فيه تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% وهجمته اسرائيل كثيرا ولا زالت اثار الهجمات الاسرائيلية حاضرة على هذا المفاعل النووي المهم للغاية هنا من اخر تحديث من صور الاقمار الصناعية بشكل مثير ايضا بان هذا الهجوم هو يأتي بعد 24 ساعة فقط من هجوم السبراني طال البرلمان الايراني عطل الموقع الخاص بالبرلمان الايراني لكن هذه المرة المجموعة القراصنة الذين قاموا بهذا الهجوم هم تابعين لمجاهدي خلق كما اعلنوا الطرف المعارضة المعروف للنظام الايراني وكانت هناك تفاصيل ايضا نشرت من البارنز حول ما جرى ولكن هؤلاء القراصنة بعد عملية القراصنة التي قاموا بها اكدوا بانهم ضبطوا كل هذه الملفات الخطيرة والملفات الهائلة للغاية التي ترونها امامكم منها ما هو سري وما هو سري للغاية من تواصل بين النواب وبين جهات امنية وعسكرية واستخبارية وحتى جهات في الحرسة الثورية الايراني واحدة من الكتب التي نراها والمراسلات التي ضبطتها هذه المجموعة من الهكرز او القراصنة توضح بان المرشد الاعلى الايراني طلب من جهات الامنية ببساطة بان يقوموا بالذهاب بضمان او بزيادة الحماية على المفاعلات النووية الايرانية وكانت هذه المراسلات قد تمت في اغسطس من العام الماضي عندما كانت هناك مشكلة في مسألة تخصيب اليورانيوم وفجأة ايران خصبت اكثر من 60% وصلت الى اكثر من 80% من تخصيب اليورانيوم وبالتالي اصبح كل شيء بخطر رئيس هيئة الاركان المشتركة الامريكي وصل الى منطقة الشرق الاوسط وزير الدفاع الامريكي وغيرها وبالتالي الكل بدأ يرى ما الذي ممكن ان يحدث من الجانب الاسرائيلي وبالتالي هنا المرشد الاعلى وجه بحماية المفاعلات النووية لان من الممكن ان يكون هناك هجوما باي لحظة على المفاعلات النووية من قبل الجانب الاسرائيلي بمشاركة الولايات المتحدة الامريكية ايضا وبعد ذلك طبعا عرضوا الكثير من الاوراق والمراسلات الخاصة والخاصة للغاية ووضعوا طبعا توقيعهم كما تلاحظون هنا هذه هي اسم مجموعة القراصنة التي قامت بهذه العملية بالعودة الى الانفجار الذي ذكرناه فان هذا الانفجار هو لا زال غامضا اسرائيل لا تعترف بمثل هذه الهجمات لكن ايضا يجب ان ننتبه بين الولايات المتحدة الامريكية لا زالت في صدد الانتقام لجنود الامريكيين الثلاثة الذين قتلوا في الاسابيع القليلة الماضية وضربت مواقع للفصائل المسلحة المقربة من ايران كانت في العراق وفي سوريا ولكن جزءا من الاعلان لهذه العمليات هي عبارة عن عمليات سرية وعمليات سبرانية تطال العمق الايراني اكدها ايضا مستشار الامن القومي الامريكي جيك سولوفن وبالتالي هنا البعض قد يرى بان ما جرى هنا قد تكون بشكل او باخر الولايات المتحدة الامريكية خلف هذه المسألة خاصة وان الرئيس الامريكي جو بايدن يتعرض لكثير من الانتقادات في مسألة انه لا يحمل ايران اي مسؤولية على مستوى الارض لا يضرب ايران لا يستهدف ايران لا يعاقب ايران نهائيا وهو يعتبر بان ايران خلف كل زعزعة الاستقرار الموجودة في المنطقة فهو يقول بانها تدعم الفصائل في العراق في سوريا حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي وكذلك ويدعم الفصائل الفلسطينية وان ايران خلف كل الزعزعة في السابع من اكتوبر وغيرها من هذه التفاصيل وجماعة الحوثي تقوم بعمل كبير هنا في حصار مضيق باب المندب وهناك مواجهة كبيرة تجري بهذا الاتجاه وكذلك ان هناك استهدافات وخطر دائم على القوات الامريكية او مستشارية التحالف الدولي المتواجدين في العراق او حتى القوات الامريكية الموجودة في سوريا بشكل عام بالتالي الرئيس الامريكي جو بايدن يتهم ايران بانها تقوم بكل هذه الزعزعة ولكن لا ضغط على ايران نهائيا والمشكلة الاساسية بان ايران مستفيدة بسبب ان ليس هناك ضغطا ليس هناك سناب باك او العقوبات القصوى التي من المفترض ان تفرضها الولايات المتحدة الامريكية على ايران بسبب الضغط الكبير الذي يجري في الكونغرس وغيرها ليس هناك اي تكلفة على ايران من كل ما يجري وطبعا ايران مستفيدة جدا لان الانظار ابتعدت عنها تقترب من روسيا كثيرا وكذلك تتقدم نوويا لا بل تتقدم ايضا صاروخيا كان هناك استعراضا صاروخيا ليس بالعادي ابدا من قبل الجانب الايراني في اليومين الماضي استعرضوا فيها هذه الصواريخ كما تلاحظون من الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى لاحظ اطلاق هذه الصواريخ دقة عالية ايضا في اصابة اهدافها كما تلاحظون وما هو مثير هنا بان الموقع نوعا ما اصبح واضحا بطبيعة اطلاق هذه الصواريخ وكذلك النقطة التي سقطت بها هي مثيرة ومثيرة للغاية وسنلاحظ باننا امام عدد من العلامات الطرق مميزة مربعات مميزة موجودة هنا نلاحظ طريق على طول هذه النقطة نقاط الانطلاق كانت بهذا الطريق وبهذا الطريق اي منصات الاطلاق تأتي بهذه الاتجاهات وكذلك دعونا هنا ايضا نرى بان هناك مربعا اخرا نقطة هنا وخطا اخرا ونلاحظ ان هناك مربع مبنى مساحة مفتوحة مساحة مفتوحة ونلاحظ بان هناك طريقا بهذا الاتجاه اخر بالتالي المنطقة مميزة للغاية انما تمكننا من الوصول اليها وايضا نلاحظ بان امير علي حاجي زاد قائد القوة جوفضائية الايرانية في الحرس الثوري الايراني الرجل ايضا ظهر في نفس الموقع لمنصات الاطلاق لاحظ ان منصات الاطلاق تأتي بهذا الاتجاه وهو يقف في هذه وعلى مسافة اللابأس بها من منصات الاطلاق التي رأيناها على طول طريقين كما هو واضح في المقطع وبالتالي اذا ما ذهبنا مباشرة الى القمر الصناعي وفي ظل حقيقة ان هذه المناورات تقوم بها ايران اساسا هنا في خليج عدن تقريبا بهذا الاتجاه والكلام عن شابهار بانها احدى النقاط التي تطلق منها السفن هذه الصواريخ او حتى على المستوى البري وبالتالي اذا ما ذهبنا لنتأكد من شابهار التي تتواجد فيها قاعدة مهمة للطائرات المسيرة وسبق وان كانت هناك مناورات موجودة في شابهار لنتوقف هنا سترى بان هذه قاعدة شابهار التي تتواجد فيها طائرات مسيرة سبقة وان اتهمت بالقيام بالعديد من الهجمات على السفن القادمة في المنطقة بشكل عام وهنا شابهار كما تلاحظون والمنطقة المتطابقة مع ما رأيناه هي تأتي بهذا الاتجاه بالمنطقة البتروكيميائيات لشابهار وكذلك المنطقة الصناعية او المدينة الصناعية لشابهار هنا بهذا الاتجاه دعونا الان نقترب من هذا المربع الذي ذكرناه لكم الان ونحاول ان نتأكد منها ستلاحظ بان الخطوط على الارض متطابقة تماما مع ما رأيناه هنا تحديدا مع هذه النقطة لغربها نقترب منها قليلا ونقوم بالتفاف سريع الان وستلاحظ فعلا بان كل شيء متطابق مع ما تحدثنا عنه هذا هو نفس الطريق وهذا هو الطريق الفاصل التي تحدثنا عنه هذه هي الطرق او الطريقين التي كانت عليها منصات اطلاق الصواريخ وستلاحظ كل شيء متطابق هذا هو المربع الاخر وهذا هو المبنى مساحة مفتوحة ومساحة مفتوحة وهذا هو الطريق الاخر الذي كان ظاهرا لان بالتالي كل شيء متطابق مما رأيناه وأين كان بياتورة أمير علي حاجي زادة قائد القوة الجوفضائية الذي كانت المقابلة الخاصة به المقابلة كانت بشكل واضح وكان موجودا على هذا الطريق وهو يقوم بهذا اللقاء وكانت المنصات واضحة هنا وهنا وبالتالي هذا ليس بالتدريب العادي أو المناورة العادية بوجود هذا القائد المهم طبعا بكل تأكيد لكن الأهم أن الصواريخ كانت متجهة باتجاهنا تقريبا أو بهذا الشكل تقريبا يعني باتجاه الشاشة كما تشاهدون الآن وبالتالي إذا ما حاولنا أن نقوم بعملية التفاف لنرى أين كانت من الممكن أن تتجه هذه الصواريخ فعلا من خلال توجه المنصات هي كانت متجهة بهذا الاتجاه أي باتجاه من؟ باتجاه حدود باكستان صدق أو لا تصدق من هنا بهذا الاتجاه هذه هي باكستان كما تلاحظون وبالتالي يبدو بأن الرسائل مستمرة مع باكستان ويبدو أن المشاكل مستمرة أيضا وممكن أن تتصاعد الأمور في أي لحظة رغم أن هناك خلاصة من الكثير من الخلافات التي جرت بعد ضربات متوادرة بين البلدين ولكن نحن نتحدث اليوم عن انفجارات غامضة طالت العمق الإيراني